بنجومي هل الشاعر كائن واثق من كل شيء؟ ما أريد أن أقوله لعلني أسهد التعبير هو أن الشاعر إنما يعول قبل كل شيء على الذات وأن الشاعر هو مصدره أساسا الذات فكالليل أنا أستذيء بنفسي ولا أستذيء بالآخرين الآخرون إن كانوا قد وجدوا فهم أصبحوا جزءا من هذه الذات بنفسك يعني النجوم؟ نجوم معادل موضوعي للنفس؟ هذه النجوم التي هي ما هي تلك النجوم؟ وثم ترتحالات من نجمة إلى أخرى أحيانا نجمة في السماء أحيانا نجمة في الساقية كعشب وأحيانا نجمة قوقعة في رمل الصحراء صح؟ صحية إذن كل هذه الأشياء التي يمتلئ بها الكون قد استوعبتها وأصبحت جزءا مني أصبحت هي النجوم التي أستذيء بها لكن لم يعد لها وجود خارجي بقدر ما أصبح هذا الوجود وجودا داخليا ومن ثم أصبحت مصادر من مصادر الكتابة جميل تقول ثم تضوء آخر ما هو هذا الضوء ومن أين يأتي؟ أنا دائما أعتقد في المستقبل في الآتي هذا الضوء هو هذا الذي سيأتي فبالنسبة إلي ودائما أحتفي بهذا الذي يأتي ربما هروبا من هذا الذي نحياه الآن فنحن نهرب دائما إلى الأمام لكن الذي يقرأ هذا الديوان يراه سوداويا فيه الموتة الموتة العتمة ألا تتفق معي؟ صحيح 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 وخاصة القصيدة الأخيرة لا لا بالعكس كل هذه الأشياء تدفعني إلى أن أشرأ إلى الأمام وأنظر إلى هذا الضوء الذي سوف يأتي للماء والضوء في عنوين شعرك حضور لافت ما دلالة ذلك؟ هل أنا الناقد يجيب أم الشعر؟ الآن يختلطه الشخصان لكن أنا سأترك المسألة من زاوية عاطفية لماذا الماء له كل هذا الحضور في نفسي؟ الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بتفولتي بتلك اللحظات الأولى التي كنت فيها أرتاد إلى بعض الأنهار وتحدثت عن هذه السمكة التي هاربت من يدي وعن القواقع التي كنت أجمعها والتي كنت حين أدنيها من أذني أسمع لذلك الهدير وكنت أذهب بعيدا لتفسيري كثيرا ما استدرجت الأسماك إلى بحور الشعراء إذن عالم الأسماك وعالم القواقع والأصداف والرمال والبحر كل هذه الأشياء إنما تذكرنا ممكن بهذه الطفولة الأولى ثم إن الماء هو صديق الشعراء فكيف جمعت في شعرك الماء بالجمر؟ والوجه الآخر من الماء يكون الجمر ولهذا أجدني في كثير من الأحيان من الذين كل البشر هناك كتاب جميل لقصون باشلاري يتحدث فيه عن النار وعن علم النفس التحليل للنار أننا كلنا جميعا ننظر إلى النار دائما باندهاش وكأننا عندما ننظر إليها وكأننا اكتشفناها لللحظة الأولى دائما يخامرني هذا الإحساس وأنا أتأمل إلى ألسنة النار يخامرني هذا الإحساس ولست أدري وأجد أن النظر إلى النار هو بمثابة دعوة إلى الحلم مثلها في ذلك مثل النظر إلى البحر أو إلى الماء ففعلا جمعت بينهما كما تجمع النقاذ أو المتناقضات في كل قصيدة من القصائد نعم نأتي إلى شبكة الإقاعية في قصيدة محمد الغزي يعني عندما نقرأ القصائد نلاحظ هذا الحس الغنائي واستوقفتني عبارة لأشاعر اللبناني شوقي بزاع حينما يقول شعر الغزي يقف بين المعرفة والغناء ماذا تقول؟ لعلني ورثت ذلك عن تلك القصيدة الأولى التي كتبتها هذه القصيدة الإقاعية فعلا أنا أعتبر أشاعر هو طريقة هي عبارة عن دلالة موقعة وكان من الصعب علي أن أخرج من هذه الدلالة الموقعة إلى الدلالة التي أصبحت تستمد شعريتها من شيء آخر غير الإقاع أقصد بذلك قصيدة النطر قصيدة النطر لا تتصوري ما هو العنت الذي وجدته عندما أردت أن أخرج عن وعي عامد من قصيدة ارتبطت في ذهني بالإقاع الشعر ارتبط في ذهني بالإقاع وكأن لا شعر خارج الإقاع وأردت أن أجرب أن أبحث عن مجالات أخرى في الكتابة وذهبت إلى قصيدة النطر فكان فعلا أمر كان أمرا صعبا جدا أن أكتب شعرا من غير أن يخضع لتلك الشروط التقليدية التي نعرفها للشعر القافية والوزنة وهذه الأشياء لأن من خصائص قصيدة النطر أنها تتخلى عن هذه الأشياء نعم لكي تعوضها ولكي تعوضها بأشياء أخرى لعلها أقرب إلى جوهر الشعر وأهم هذه الأشياء قصورة فعلا قصيدة النطر من هنا قوة قصيدة النطر تتخلى عن أشياء نحن اعتقدنا خطأا منذ القديم أن لا يمكن أن يكون الشعر شاعرا إلا أن تستطاع أن يستحوذ عليها تقول لنا هذه القصيدة تخلى عن هذه الأشياء وحاول أن تكتب شعرا خارج هذه الشرائط أو هذه الشروط ومن هنا فعلا كان الإيقاع من الأشياء التي شدتني إلى الكتاب عندي حتى في النطر لست أدري هل تلاحظين ذلك أم لا حتى في النطر أحاول أكتب مش فقط بعيني بل أيضا بأذوني فكيف بك تدرس يعني تحاضر يعني عندما تقف محاضرا يعني وأنت لك هذه القناعات يعني بأنك ترجع إلى هذه الغنائية عندما تدرس مثلا ولك دراسات يعني آخر هذه الدراسات عنوان وجدته كتاب وجوه النرجس مرايا الماء يعني عندما تدرس أو تقترب من تجارب كأدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج وسعد يوسف يعني كيف كيف تقترب من هؤلاء وكيف تصنفهم ودعني أسألك سؤال هل وجدت هذا العنوان لعرض من الصديقة الشاعر أمال موسى دراسة هذه أو عرض لهذا الكتاب دراسة في الخطاب الوصف في الشعر العربي الحديث قصيدة النثر ألغت الشفوية في الشعر العربي كيف تجد هذا العنوان نبدأ بالجانب الأول من السؤال نعم كيف أتعامل مع الشعارة نعم هنا صحيح أنني علي أن ألبس لابوس الأكاديمي لابوس وأن أطبق تلك المناهج نعم لكي يستفيد الطلبة لكن رغم ذلك ففي كل المحاضرات التي ألقيها هناك هذا الجانب من القناعات الذاتية نعم أو القناعات الفردية التي تتسرب داخل المحاضرات التي ألقيها ودائما أنا أدعو الطلبة إلى أن يكون لهم إلى جانب تلك الأدوات النقدية والمنهجية المعروفة أن تكون لهم أيضا وجهة نظر خاصة نعم أن يكون لهم موقف من الكتابة نعم ودائما أنا أقول كل عمل ينبغي أو كل قصيدة ينبغي أن نحللها ينبغي أن نحبها لا يمكن للمعرفة أن تستتب دون حب جميل ولهذا لا أدرس أو لا أتعامل أو لا أتفاعل من القصائد أو من القصائد إلا تلك القصائد التي أحبها أو التي أتجاوب أو أتفاعل معها نعم إذن دعنا نقف عند الأسماء التالية بعبارات مختصرة ماذا تقول في أدونيس أدونيس علمنا أن الشعر